سامي ألمانيا دعت إيران إلى احترام التظاهرات المشروعة وصفتها ألمانيا بالمشروع بينما المرشد علي خامنائي وصفها بأعداء الثورة ومعارضين ومثيري شغل وأيضاً اعتبرهم عمراء للخارج كما قلنا بالأمس خديجة مساء الخير مني أول شيء لأكل السلام المشاهدين طبعاً ألمانيا عبرت عن قلقها من هذه من عفواً من الطريقة التي تعالج أو يعالج بها النظام الإيراني التظاهرات الشعبية وهي مطالب محقة جاءت على إثر ارتفاع أسعار وغلاء أسعار البنزين وأيضاً تقنين توزيعية ليس فقط النظام الإيراني رفع سعر البنزين أو المحروقات وإنما أيضاً قننا في توزيعها لذلك دعت بيرلين إيران اليوم إلى احترام التظاهرات ضد هذه الأسعار أيضاً دعتها إلى فتح حوار مع المتظاهرين أولريك ديمر المتحدثة باسم المستشارة لألمانيا أنجيلا ميركل قالت إنه أمر مشروع ويستحق احترامنا هي تتحدث باسم ألمانيا وربما باسم اتحاد الأوروبي ككل أنه قالت يستحق احترامنا بأن يعبر الناس بشجاعة عن مطالبهم عما يريدون أيضاً عن مظالمهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يعانون منها في ظل نظام شمولي فقط همه التوسع وهمه أن يتمدد في الولدان المجاورة بغض نظر عن مصالح شعبه وإذا كان شعبه يعيش برفاهية أو برخاء اقتصادي أو لا أيضاً أكدت المتحدثة باسم المستشار الألماني أنجيلا ميركل بدعوتها نظام طهران إلى احترام حرية التجمع والتعبير عن الرأي